حضرت الأمم المتحدة من الآثار المدمرة على المدنيين للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة وقال وكيل الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة طارئة مارتين جريفس إن العمليات العسكرية في رفح بغزة قد تؤدي إلى مسبحة وتترك العملية الإنسانية التي وصفها بالهشة بالفعل على أعتاب الموت دعيا إلى إنهاء الحرب اشتركوا في القناة